ناجي العبدالعزيز من أسرات أحمد والعبدالعزيز أهلاً وسهلاً بكم المعلومات التي نشتراها للمرصد تؤكد على ما يبدو جدية السلطات الأمريكية في إطلاق سراح الملتقى كيف تتابعون تقويرات هذا الموضوع؟ شكراً على الاستضار نحن توصل أيضاً للخبر اللي نشور مسايداً لهم ومراقع التواصل الاجتماعي ومن يزيد أملنا في صحته أنه صادر من مرصد وزيقاً لأنه رصيد من السيطة ولكن أؤكد أنه رسمياً الأسرة والأسر لا تتواصلت بشي يؤكد أن الإطلاق سراح سيطة في شهر أكتوبي القادم وفي بداية كنا أملنا أنه يتم الإطلاق سراح السجينة أحمد في نهاية شهر سبتمبر لأن السيدة آن هولاند اللي مناستقتل فيه المحامين اللي متكلف بالملف تصلت بينه وأكدت أنه توقعها الشخصي مع مجموعة المحامين على الحرية لأحمد في نهاية سبتمبر الجهة وشفنا النبأ اللي حالاً منشور وعلى الأقل نتمنى إن شاء الله أنه يفكى عصر إن شاء الله سجينين إن شاء الله على الأقل إلى منه ما صح النبأ اللي جابت أن يعود هذا النبأ إن شاء الله أيضاً إن شاء الله هو صح المرصد في المتابعات التي تقدم بها وهي مستقات من المحامين تشير إلى مخاوف من عدم اقتلاث الحكومة الموريتانية بالإجراءات المطلوبة لتسلم المعتقل من الأمريكيين كيف تعلقونا على هذا؟ نحن كوسر أن أكدوا ثقتنا في الإجراءات اللي قامت بها الحكومة لأن المسؤول الأول في الدولة رئيس الجمهورية أكد أن تمسكوا بالملف وتقديموا للسلطات الأمريكية والمسائل اللي بقات مسائل إجرائية تتعلق بالحكومة الأمريكية ولا تتعلق بالحكومة كل ما يمكن أن تقوم به الحكومة كطرف قامت به ونحن عندنا ثقة تامة في أن الباقية الباقية هي مسائل إجرائية تتعلق بالحكومة الأمريكية وأعتقد أن التجربة أثبتت أنه لم تكن دائما تلك الإجراءات بالسهولة طيب ما الذي قامت به الحكومة منذ بداية متابعتكم على هذا الملف؟ الحكومة قدمت طلبة رسبية عن طريق إيس الجمهورية وتمت متابعة امطرف وزراء الخارجي المتدالي لدى الحكومة الأمريكية عن استعدادها أولا لأن الحكومة الأمريكية تشترط أن حكومة البلد تعرب عن استعدادها لإستقبال السجين إذا أطلق صراحه والحكومة الموريتانية عربت على استعدادها لإستقبال السجيني هذه الخطوة الوحيدة أم هناك خطوات؟ مثلا؟ الحكومة طمعتنا أن جميع الإجراءات كالطلب ومتابعة الطلب عند السلطات الأمريكية إنها قايمة به وعندنا مولي تطمينات من طرف السلطات المنظمات ولفيف المحامين ومنظمات المجتمع المدني ولفيف المحامين بصحة طيب الآن يوجد الرئيس محمد العبدالعزيز في الولايات المتحدة الأمريكية كيف تحركتم لتذكيره بضرورة طرح قضية أحمد والعبدالعزيز ورافقه محمد الرسل الله؟ شوف رئيس الجمهورية الملف قابلوا كقضية وطنية ولا أعتقدوا أنه يحتاج إلى التذكير رغم أن ولو من باب ذكر فإن ذكرة تنفع المولايات أعتقد من باب ذكر نحن والملف لن يغيب عن ذاكرة أي إنسان أي موليتاني شائر أمريكا لأنه من الملف رقم واحد الموجود على طاولة العلاقات الموليتانية الأمريكية لأن القضاء الأمريكي لم يستطع حتى الآن يعني بعد مرور أكثر من عقد من التحقيقات مع إثبات أي تهمة أو أي شك في ملف أي من السجينين لا أحمد ولا الأخ محمد وبالتالي بقية قضية طلاق الصراحة هي قضايا إجرائية وعندما يتعلق الأمر بالقضايا الأمريكي أو حتى القضايا العسكري الذي يتولى التحقيق الذي يتتبع له قضية سجناب وانتونامو هي قضايا للأسف ليست قصيرة من ناحية الزمن هي قضايا طويلة طيب يعني كيف تنظر إلى مستقبل هذا الملف في ضوء هذه المستجد نحن نستبشر خيرا نستبشر خيرا بهذا النبي ونرجو يعني ما هي المعضيات التي تبنون على أساسها هذا الأمل هي الاتصالات التي تتصل بها المحامل وأعتقد شخصيا أن زيارة رئيس الجمهورية دور حالا للولايات المتحدة ولقاءاته أعتقد أنه سيكون لها دور كبير في تحرك هذا الملف ونحن باتصالاتنا مع المحامل فيه المحامل الذين أكدوا لنا أن الملف يتم تحركه الآن نأمل أنه في النهاية ستكون هناك إن شاء الله إطلاق صراحة لهذه السجينة الناجي والعبد العزيز من أسرة أحمد والعبد العزيز شكرا جزيلا لكم